موسيقى مجزل لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لعام 2017 وقضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء حسين محمد عرب مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن ويرقى إلى رتبة فريق وقضت المادة الثانية والآخرة منها العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 2017 وقضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة التالية أسماءهم وزراء في الحكومة للمهام التالية المهندس أحمد بن أحمد الميسري نعبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية عثمان حسين فايد مجلي وزيرا لزراعة والريم المهندس أوس عبدالله أحمد العود وزيرا للنفط والمعادن وصالح أحمد محمد الجبواني وزيرا للنقل ومحمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وقضت المادة الثانية والآخرة من هذا القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2017 وقضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ أمين أحمد محمود محافظا لمحافظة تعدز وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2017 وقضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء روكن علي مقبل صالح محافظا لمحافظة الظالع إلى جانب مهامه قائدا للواء 33 مدرع وقائدا لمحور الظالع كما صدر القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 وقضت المادة الأولى منه بتعيين العميد روكن أحمد عبدالله التركي محافظا لمحافظة لحج وقائدا للواء 17 مشاه ويرقى إلى رتبة لواء وصدر القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2017 قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ سيف محسن الشريف سفيرا في وزارة الخارجية وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية أجرى فخامة رئيس الجمهوري عبدالرب منصور هادي اتصالا هاتفيا أو اتصالين هاتفيين بمحافظ شبوى اللواء علي بن راشد الحارثي وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاه اللواء مفرح بحيبه للإطلاع على سير العمليات العسكرية في ضوء الانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في المحافظة والتي كان آخرها تطهير وادخر آخر مناطق بيحان والاتجاه صوب محافظة البيضاء وخلال الاتصالها أن رئيس الجمهورية محافظة شبوى وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 وكفت الضباط وصف وجنود وأبطال المقاومة الشعبية في محافظة شبوى على الانتصارات الساحقة التي سطروها بدمعهم الزكية على قوة التمرد والانقلاب التابعة لميليشيات الحوثي وتطهير محافظة شبوى من براث الانقلاب أجرى نائب رئيس الجمهورية فريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظة محافظة شبوى اللواء علي بن راشد الحارثي للإطلاع على المستجدات وجهود تطبيع الأوضاع في مناطق المحافظة وبارك نائب الرئيس الانتصارات التي تحققت في شبوى بدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية من عسيلان وبيحان واستمرار الجيش الوطني بعمليات التطهير لمختلف المواقع والاتجاه نحو محافظة البيضاء مثمنا التضحيات والدماء الطاهرة والزكية التي قدمها الأبطال في ميادين الشرف والرجولة والدعم والمساندة المستمرة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في البيضاء تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مواقع استراتيجية في المحافظة بعد مواجهة مع قوات أو ميليشيات الحوثي الانقلابية في الحدود المشتركة بين المحافظتي البيضاء وشبوى وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني حررت قرى مسور والرحيب وأدم في مديرية ناطع وسلسلة جبار ريدان الاستراتيجية وعقبة القندع وقرية النعمان أولى قرى محافظة البيضاء وأشارت إلى أن المعارك التي اندلعت بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين ميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى أسفرت عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيات الانقلابية إلى ذلك دمر طيران التحالف العربي دبابة وآليات ومعدات قتالية للميليشيات الحوثية في موقع بسبلة الجرم التابعة لمديرية القريشية بدأت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من معركة تحرير أرحب ثاني مديرية في ريف العاصمة صنعاء بعد السيطرة على جبل القناصين الاستراتيجي والتحام جبهتي الميمنة والوسط في نهم وأكدت مصادر ميدانية تابعة لمنطقة العسكرية السابعة في صنعاء بدأ قوات الجيش الوطني وبمساندة التحالف العربي معركة تحرير مديرية أرحب عبر محورين بعد تمكنها من السيطرة الكاملة على جبل القناصين الاستراتيجي في نهم والذي يشرف على طرق الرابطة بين صنعاء ومديريتي أرحب وبني حشيش نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة